إضاعة القرآن الكريم من القاهرة أخوة ريمان بعد قليل نستمو إياكم إلى سؤال جديد من مسابقة من بلاغة القرآن الكريم أعداد مروى النجار وتقديم إسماعيل دويدر وقد فاز في سؤال أمس بجائزة قدرها 1500 جنيه كل من سميرة الراعي البهي موسى طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة طنطا من محافظة الغربية رفيدة عاطف منصور علي عملت نظافة من محافظة الشرقية وإضاعة القرآن الكريم تتمنى لجميع مستمعيها دوام التوفيق وإلى السؤال الجديد إضاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أعكمت آياته ثم فصلت من لدن عكيم خبير من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نضل بها من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلاغة القرآن الكريم ووجوه إعجازه بلاغة مواضع الفصل والوصل في سياق الآيات كما جاء في قول الله تعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جمال بلاغي حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف عطف وذلك لمجيئها متأخية آخذا بعضها بعنق بعض فيما يعرف عند البلاغيين بكمال الاتصال وهو عدم عطف الجمل بالواو لكمال الاتصال بينها فالتناسق الداخلي للجمل أقوى من وصلها برابط بالإضافة إلى ما تضمنته كل جملة من هذه الجمل الأربع من بلاغة فالحروف المقطعة ألف لام ميم التي استهلت بها السورة لبيان إعجاز القرآن استبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها واسم الإشارة في قوله ذلك الكتاب إشارة إلى علو منزلة هذا الكتاب وشرفه وبعد مرتبته وعلوها على مرتبة كل كتاب سواه ولما علم كمال القرآن الكريم أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما يستلزمه ذلك التعظيم فقال لا ريب فيه وفي وضع المصدر هدى موضع اسم الفاعل هاد للتأكيد على ديمومة هداية القرآن الكريم واستمرارها كما جاء منكرا للتعظيم وللدلالة على أنها هداية مطلقة في كل ما يحتاج إليه الخلق للوصول إلى السعادة في الدارين وسؤال الحلقة الثالثة وصف الله تعالى القرآن الكريم بقوله لا ريب فيه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم اذكر المواضع الثلاثة مع ذكر اسم السورة ورقم الآية الكريمة في كل موضع بقيمة علوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث تنسجم أيها الإخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة 1500 جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا بدوام التوفيق كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عكيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ترجمة نانسي قنقر